الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر في مدينة دارية مدينة الأشقق وطني في مقافلة ريفي المشق وذلك لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك كما تتابعون سيد الرئيس وقد دخل الجامع لأداء الصلاة وسط هذا التهليم وهذه التكبيرات بعيدنا المبارك عيد الإثار والتضحية والغيرية لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله أكبر وسيرانا بعد قليل للصلاة جامعا صلاة عيد الأضحى ثابكم الله استو إلى الصلاة يرحمني ويرحمكم الله استو لا تختلفوا أثابني وأثابكم الله وجهوا قلوبكم إلى الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا ديب جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السيد الرئيس بشار الأسد وقد أدى صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه في مدينة دارية بمحافظة ريف دمشق خطبة العيد لفضيلة الأستاذ الدكتور عدنان أثيوني مفت دمشق وريف دمشق السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صفيه وخليله خير نبيًّ اصطفاه وهدًا ورحمةً للعالمين أرسله اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرِّية سيدنا محمدٍ وسلِّم تسليماً كثيراً أما بعد فيا عباد الله يا أهل الإيمان أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل وأحسكم على طاعته وذكره واستغفاره وأذكركم بقول الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المؤمنين تعيش الدنيا في هذه الأيام المباركة أجواءً إيمانيةً متميزة ينشر عبقها وأريجها أسرار وثمار حج بيت الله الحرام حيث يتجلَّ المولى برحمته ومغفرته ورضوانه على ضيوف الرحمن خصوصاً وعلى كل المؤمن في الأرض عموماً هناك تتصل السماء بالأرض والحج يا معاشر الكرام أشواق وأذواق ومشاعر وشعائر تحرِّك المواجيد وتأخذ بالألباب وترحل بالأرواح شوقاً إلى تلك الرحاب الطاهرة والمناسك العامرة التي يعود الناس منها كيوم ولدتهم أمهاتهم مبرورين مأجورين قد حصلوا خير الدنيا وخير الآخرة ومن الطبيعي أيها الكرام أن تهفو القلوب وتهوي لنيل تلك الإفضالات السنية والمقامات العلية مصداقاً لدعاء الخليل إبراهيم فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم والسوريون مثل كل المؤمنين تهوي أفئدتهم وتتأجج مشاعرهم وتتعلق آمالهم بتحصيل هذا الخير الوافر لكنهم بقرار جائر ظالم حرموا للمرة الخامسة هذا الخير العميم ليحيحال بينهم وبين حج البيت الحرام والوصول إلى تلك الرحاب الطاهرة ممن يدعي قيادة الأمة المسلمة والحرص عليها لا لذنب فعلوه ولا لجرم ارتكبوه إلا لأنهم سوريون اختاروا أن يبقوا في أرضهم وبيوتهم اختاروا أن يكونوا مع وطنهم السوريون اليوم يسألون بصوت عال هل يجوز لمن يدعي خدمة الحرمين والحرص على المسلمين أن يحرم بسبب المواقف السياسية شعباً من حقه في عبادة الله عز وجل مهمتهم أن يهيئوا البيت الحرام للطائفين والعاكفين والركع السجود لا أن يصدوا عن سبيل الله والمسجد الحرام عباد الله وأحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن السوريون سنجأر إلى الله تبارك وتعالى في أن يكون حسبنا في هذا الظلم الذي وقع علينا ونحن واثقون من أنه سينصفنا لأنه هو تبارك وتعالى الذي حرم الظلم وأنه حسيب الظالم ونصير المظلوم أيها الإخوة الكرام ومع أن حرمان السوريين من حج بيت الله الحرام حمل إلى قلوبهم مشاعر الحزن والأسى إلا أن عيد الأضحى في هذا العام يحمل لهم بين طياته نور الأمل بقرب انتهاء الأزمة بواقع الانتصارات التي يحققها جيشنا الباسل الجيش العربي السوري وإصرار السوريين على المضي قدما في طريق المصالحة الوطنية حتى يعلم كل الناس أن الوطن كالأم فالأم قد تحاسب أبناءها وتعاقبهم إذا أخطأوا لكنها أبداً لا تريد ضررهم فإذا رجعوا إلى رشدهم فتحت لهم قلبها قبل يديها يا سيادة الرئيس إن اختياركم للصلاة في هذا المسجد المبارك في مسجد سيدنا سعد بن معاز الذي هو من هو في الأنصار والذي هو من هو في الإيمان والذي من هو من هو في البذل لله ورسوله صلى الله عليه وسلم إن اختياركم أن نصلي هنا في داريا المباركة في داريا التي حملت جراح السنين له دلالاتٌ هامة أولها أولها أن يرى السوريون بل يرى العالم كله أجمع كيف حول الإرتهان إلى الغرب وأدواته هذه المدينة العامرة الذاخرة بالحياة إلى خرابٍ ودمار نحن نعرف ماذا يعني داريا ونراها اليوم من هنا من هناك نراها وقد صارت شيئاً آخر نحن نستشعر الأسى والأسف لأن ذلك صار بيد أبنائها وفلزات أكبادها انظروا إليها تتألم انظروا إليها تئن انظروا إليها تتكلم تناديهم تنادي أبناءها أهكذا يكن البر بالأوطان هل يمكن لمن يدعي الحرص على بلده أن يتسبب في خرابها ودمارها حجراً حجراً تحت أي مسمى أو أي دافعٍ أو أي سبب يا سيادة الرئيس منذ ثلاث سنوات دخلت مع بعض أبناء داريا إلى مكان المسلحين وناقشناهم في ساعات من أجل أن نقدم لهم حلًا يرضي الجميع ونقول لهم بأن الدولة فتحت لهم قلبها وأنها على استعداد أن تحضنهم وأن تعيد أهلهم وأن تعيد الأمان ونقدم كل التسهيلات ولكنهم ما قبلوا وأصروا على الحرب وبعد سنة أخرى ذهبنا وبعد سنة ثانية أغل من سبعة أشهر أتينا إلى هذا المكان وأصروا على القتال وأصروا على أن يدمروا ويتسببوا بالمزيد من الدم والهدم بعد ثلاث سنوات وبسواعد وصمود وإصرار جيشنا العربي السوري تم إنهاء القتال في داريا لكن بعد أن صارت في بعض أحيائها ومبانيها أطلالًا وأحجارًا داريا اليوم بمثالها الحي تنادي كل السوريين ليس أمامكم إلا المصالحة وترك القتال تنادي كل السوريين أن المصالحة هي الوسيلة الأصح والأضمن والأقل كلفة للخروج من الأزمة يدفع إليها قول الله تبارك وتعالى والصلح خير وما يقوله المولى عنه أنه خير فلن نجد الخير في سواه إن الدين والتاريخ والتجربة والواقع والمصلحة تقول ليس أمام أهل البلد الواحد لإنهاء صراعهم إلا التصالح وتصفية الخلافات للوصول إلى حلٍ يرضي الجميع أما أعداء الأمة الذين جاءوا من آفاق الأرض يحملون ثقافة التكفير والتفجير وينفذون أهداف الغربي في إضعاف سوريا وتقسيمها واستلاب خيراتها فليس لهم إلا القتال حتى يرحل آخر رجل منهم عن أرضنا الحبيبة إن اختياركم يا سيادة الرئيس للصلاة في هذا المسجد في داري المباركة لهو إيزان عملي بإعادة الإعمار إلى هذه البلدة بإعادة الإعمار لما خلفته الحرب الظالمة على مدن سوريا وقراها ولهو أبلغ دليلٍ على صدق الدولة السورية في رعاية كل شبرٍ من هذا الوطن الغالي نحن واسقون أنه بعد النصر القريب بإذن الله سنعيد معك يا سيادة الرئيس بناء سوريا الحديثة لتعود أجمل وأحلى وأقوى وأكثر حداثة وتطوراً بإذن الله تبارك وتعالى وعندما نتكلم عن إعادة الإعمار نتكلم بالضرورة عن إعمادة إعمار القيم والأخلاق التي تبدلت والضمائر التي فسدت نعيد إعمار الشرخ الذي أصاب المجتمع السوري الذي كان لحمةً واحدة ومثالًا يشار إليه بالبنان هذه مهمة العلماء ومهمة الدعاة ومهمة المؤسسات التعليمية والتربوية كما هي مهمة المؤسسة الدينية التي وقفت مدعومةً برعايتك بدعمك المطلق في وجه التشدد والتطرف والفكر التكفيري وفي وجه حملات التشويه والتضليل والتلبيس الذي حاولت تشويه الإسلام والنيل من الهوية الإيمانية والعلمية والأخلاقية لهذا البلد المبارك متهمين الدين وأهله بالتسبب بالأزمة التي عصفت بنا وكنت في كل مرة يا سيادة الرئيس في كل مرة تنتصر للحق وتبين أن السبب في الأزمة هو البعد عن الدين وليس الدين وستبقى هذه المؤسسة الدينية بعلمائها برجالها بمفكريها بمعاهدها بمجمعاتها وبمدارسها بتعاليمها الضافية ومناهجها المتكاملة تؤدي دورها الفاعل في نصح الأمة وصناعة الخير والإيمان لأن الدين والإيمان والأخلاق هي الضمان للانتصار ومواجهة الأخطار والأفكار التي تهدد الأمن والأمان وتهدد الأمة والوطن تحية لكم سيادة الرئيس لصمودكم الذي من بعده الصمود تحية لرجال جيشنا العربي السوري البواسل تحية لعلماء الأمة تحية لرجال سوريا الرحمة لكل الشهداء والعافية والشفاء العاجل لكل الجرحى والنصر المكين لسوريا الحبيبة لأرض الشام المباركة وكل عام وأنتم بخير أقول قولي هذا وأستغفر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين إني داعٍ فأمنوا اللهم يا خير المسؤولين يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين ويا أمان الخائفين عُد بأمانك على هذا البلد الحبيب أيده بتأييدك واكلأه بعنايتك وأمده بإمدادك من أراد به خيراً فوفقه إلى كل خير ومن أراد به غير ذلك فخذه ودمِّره أخذ عزيزٍ مُقتدر اللهم لُزنا في جنابك العظيم من شر كل ذي شرٍ أنت آخذٌ بناصيته اللهم إنا نسألك لبلدنا الحبيب الفرج القريب اللهم اصرف عنها من الضرِّ والأذى والبلى والغلى والوبى وتسلُّط الأعدى ما لا يصرفه أحدٌ غيرك أنت رب العالمين وأكرم الأكرمين يا رب اشملنا جميعاً برحمتك يا رب تعطَّف علينا بجودك وأكرم الشام وأهله واجعله في حرزك وأمانك وعفوك وضمانك أنت على كل شيءٍ قدير وبالإجابة جدير وأكرمنا بحج بيت الله الحرام بإذن الله تبارك وتعالى بعد النصر المكين واجعل سوريا في ضمانك يا رب العالمين وتفضل على جيشنا بالنصر المكين اللهم يا رب وارحم شهداء الأمة وعافي جرحاها وأكرم رجالها واجعلنا من عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين وكل عامٍ وأنتم بألف خير الأستاذ الدكتور عدنان أثيوني مفتي دمشق وريف دمشق وقد ألقى خطبة تعيد الأطحى المبارك وفي جامع الصحابي الجليل سعد بن معاذ رضي الله عنه في مدينة دارية النموذج والقدوة في تصالح أبناء البلاد المحبين السيد الرئيس كما دائما يقف ليتلقى التحية والتهنئة من أساد المسؤولين في الحزب والدولة أعضاء القيادة أساد الوزراء أساد العلماء أساد أعضاء مجلس الشعب وفي هذه الساعة الإيمانية الطيبة وفي أول أيام عيد الأطحى المبارك السيد الرئيس والتصافح كما دائما بالأيدي والقلوب في عيد الإثار والغيرية والعطاء والتضحية التسامح والمسامحة من الإخوة المحتفلين بالعيد المبارك أشار أشار خطيب العيد إلى اختيار السيد الرئيس لجامع الصحابي الجليل السيد الرئيس